تحياتي لكم السعد الله المساء مرحبا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان نحن في حلقة الثامن من يناير الفين واربعة عشرين من حلقة تيك توكيات الصحراء الغربية والعياشة واللي من خلالها نطرح عليكم سؤالا بسيطا بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75 إذن من فضلكم لا تنسوا مشاركة رابط هذه الحلقة ولا تنسوا التكبيس مرحبا وسهلا بكم كاملين من تبليل مرحبا وسهلا كل الملتحقين مرحبا وسهلا ابن الجزائر شكرا إذ هي عمار المعتقد مرحبا وسهلا ديب تحياتي خاوي مرحبا وسهلا محفوظ الصحراء مرحبا وسهلا إذن كبسوا من فضلكم برافو عليكم تقتربون من ألف تكبيس برافو برافو مرحبا شكرا أغزو مال مرحبا إذن نبدأ مع النشيد الوطني الصحراوي إن شاء الله وبعد ذلك نبدأ حلقتنا على بركة الله اشتركوا في القناة 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 الفيديوهات اللي جاية من ثغرة القرقرات غير القانونية وتحديدا من منطقة قندهار وهي المنطقة التابعة للأراضي الصحراوية والتي يعني تشرف على النقطة نقطة الحراسة الموريتانية على مشارف الحدود الموريتانية مشاهدنا يعني مجموعة من الفيديوهات التي توثق لعملية نيران أو نيران مشتعلة في بعض الشاحنات الخبر يشير بعد ذلك إلى أن مجهولين قاموا بإشعال النيران في هذه الشاحنات اللي تحمل سلعا مغربية الشاحنات موريتانية والسلع مغربية وقد تدخلت فرق الإطفاء الموريتانية من أجل سيطرة على الوضع كذلك نشير إلى فضيحة الكبيرة التي الآن آخذة في الانتشار وهي فضيحة شراء محمد السادس لقصر جديد في طنزانيا وتحديدا في منطقة زنجبار وهو الخبيل طنزاني كان فيه قصر عربي في الماضي واشتراه محمد السادس في 2016 لما زار طنزانيا تحديدا في الرابع والعشرين من أكتوبر وقد كلف به شركة عقارية مغربية أنذاك ويبدو أن الأشغال قد شارفت على الانتهاء يحدث هذا في الوقت لمحمد السادس لديه قصور في كل العالم في فرنسا قصرين في القابون كذلك جزيرة في المغرب عسرات القصور في الوقت للشعب يموت في البحار الشعب المغربي يموت جوعا وفقرا وكمدا ومحمد السادس يتسول الدول الخليجية باشتعاونوا على نفقات الشعب المغربي في هذا الوقت بالذات محمد السادس لا زال يشتري القصور وهو قد دخل الستين من العمر ويقدم أمامه القبر بدل أن يقدم أمامه ما سيجده غدا في قبره حينما تعلن جنازته رجل إذن نبدأ إن شاء الله على بركة الله شوفوا الأخت هاجر كانت معنا البرح من المغرب الأخت هاجر مرحبا بسهلة سيد Source فقط بعض هذه البرح من المغرب طلعت معا تعرضت إلى واحد المجموعة من الشخص السادس في الاساس قلت مجموعة gazetes مجموعة من شديد لم أكن أتبئا ان تقول ه здесь أليس كم حاشا يشوفوا 5 الليله كنت تقول ه . راضي الليلة تيدفع على واحد القناعة دياله شخصية ما فيهاش جوج ولكن الوضع في بلادنا يا الأخوان رأى وضع كارتي لا تعليم لا صحة لا تشي حاجة تلاميذها هم لحد الأمضاء الأولى رأى مشرفة عن الانتهاء ومقرأ ولو ولو الأساسي ده وضع موسري ده بتتعاوض التوقيف من الوزارة شفتم عدوى يرسلوا لهم شهادات يعني ما تبقى وش تغطي والشمس بالغربان أه عيشية كنقول عاش المالك وكنقول الصحر المغربية وخام مقتين عاش بشي حويج أنا داخليا لا بك يعني ولكن باش انتوا تدخلوا عندي الخاص وتقعدوا تسبوا وتقولوا شي حاجة ما كايناش يعني واش نتايا هذا اللي قاعد كيسبني مثلا في الخاص واش كينش واحد كيجي يدق عليك فاللخفتشها ويقول لك هاك لا وشنهو شنهو يعني شنهو الدافع باش يجي الإنسان خاص ويحاكمه على قناعته وما كين العالم كامل كل واحد فهذا العالم اللي عندنا مليارين من الناس وهادو اللي كيسبوني ما كم عاشتوش معايا واحد ثلث سنين عاشتها في العداب ما في القدارات المغربية وانا بنت يعني ماشي احتراج اللي غنقول حقا غنكون تتحمل يعني القوة النفسية ولا القوة البدنية ما كتتحمل ليش انني ندور المغرب كامل من رضاة الكازم الكازر الفاس منفس يعني تعرضت الواحد لمعاناة كبيرة يعني تشي واحد موقف معايم هذو اللي ندخلوا للناس اللي يدخلوا يسبوا ولا يدخلوا يعايروا ولا يدخلوا لهذا فهمتي؟ يعني انا قلت شي حاجة للكاكينا لا الاقتصاد لا مغرب لا تشي حاجة في البلاد كتتبشر بالخير ولا كتخلينا كون اكيد انا نقول لك واحد حاجة استيراضي اشتي هذا الجيل هذا اللي طالع دباف هذو التعليم لوانو هذا اللي دبافي اللي يقعوا في ابتدائي هوا الجيل اللي غي يحرروا المغرب من هاد الفاساج عقل عليها وعقل على الكلامي واحنا نكونوا دكستة ممكن كبارين في السن ان شاء الله لنا توعاوا من هذا الوضع اللي يعيش في لانهم عاشوا المؤانة عاشوا القرونة عاشوا الحاجة الصحية عاشوا الزنزال عاشوا هذا وداب التعليم هو الى حاضر وشوف الى ننصحك الاخت هاجر ننصحك وننصحها واحدة وننصح اي انسان يعبر عن مواقفه وتتلقى هاي المواقف يتجاهلهم تجاهلهم اللي يدخل عندك في الخاص هو الحاجة بلغي عنه تعليقه بلغي عنه سينياليه اللي تكتوك وبلوكيه وتتنى بس كوشوفي احنا انا راني عصر سنوات وانا اتعرض لهذا الشي يوميا ولكن احسن سلاح هو تتجاهله وتتمسكي بمواقفك لا لا اهلا ما ديك شي حادث العيب قلت له انا عياشية كنقول عاش المالك عاش الوطن عاش هذا الصحر المغربية ولكن عندي وحد القناعات يعني ضد 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 الحكومة ضد الاني عايشة في وحد الوطن نحن عايشة ببرة كنجيمة من الصفل الصيف و هذا الوطن عايشة فيها تلتمية وستهول و لكن ختي هما شوفي هازر هما بغاو يبقى الوضع على ما هو عليه ذوك الأغنية يبقاو مستفدين من الغينة و النفوث و الشعبين ينطحانين يموت ما يدرسوا الأطفال ما هذاك شي هما بغينوا أصلا أرا هم مستثمرين ختي الملايير باش يبقى هذا الفكر عند الشعب يذني مجرد أنتي تطلعي هنا شفتي واحد نقطة نقول لك أنني كانت نعرف واحد الفكر أن الحسن الثاني رحمه الله كان واحد مرة قال لك كان يستثمر مثلا في التعليم هاش حالك يعطي من ميزانية هاش حالك يعطي قال لك التعليم تعطيها أقل ميزانية هي لك يعطيها للتعليم قالوا له هم واش أنا بغيتوني كل شي يقرأ ويجي وقف ليحد بها في القصر طبعا نعم طبعا هذا لكنه وهو قالها في القصر هو قالها في خطاب قال في خطاب قال لك على أنه ليما قال له عاش الملك يخلي ضربوه هذا خطاب قعم مسجل بالصوت والصور ولكن احنا ما نشي هاتش المعانس كامني ونقوله حقا عاش الملك وصحان مغابي ولكن الوضع اللي احنا كعيشين والداخلي لا يبشي هو بالخير هو كيف يروني اختفاز الله شبابك يخيل لي عاش الملك وبغاك تقول لي الصحراء المغربية وبغاك تقريبا تقريبا الوضع ولو تموتين من الفقر وتموتين من الجوع ومن الظلم تقول لي لا يوجد ظلم وكل شي بخير ولأخير وهذا الشي اللي باأير ذاك الشي اللي كان المهم ainda عنده شي خناعة الله يزيدوا فالله الصحراء الوضع ولكن الحمد لله لكل حال العفو مرحبه وسهلا الله يكن الله يحفرك إن شاء الله العفو الله مرحبه وسهلا شكرا إذن كيف شفتو من خلال هذه الأخت إذن ممنوع الرأي الآخر في المغرب عندك رأي واحد كأنك في كوريا الشمالية تفضل الحياة السعيدة السلام عليكم أخو بيداني وعليكم السلام أخو أرى نسمعوك بعيد أخو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اسمي أنا؟ رادي الليل رادي الأخ رادي رادي أتخلط لك مع البيضاني مع البيضاني رادي عرفنا بنفسك جزاك الأخ الحمد لله يبخاء اسم علي علي من المغرب رادي اخ بيداني شفت السؤال لك على حسب الملك والقصور محمد راتي لا أخويا السؤالي لا أخويا السؤالي ليس على القصور أن السؤالي هو على السحراء الغربية تتسميها المغربية أو تسميها اللي بغيت السؤالي هو بماذا هي مغربية قبل 75 السبيل أخويا السؤالي أخويا السؤالي سمح للأخرة تغير سؤالي نجاوبك على شيء عاج أخر أما القصور أنك عارفت قصة القصور أخويا السلام عليكم تحياتي مرحبا شكرا لكم كاملي لا تنسوا تكبسوا دائما كبسوا من فضلكم شكرا لكم المغربية المعرفة الصحيحة أكيد لا يتقذب بلاد لا يتنمي الثقافة لا يتعليم لا يتهتم بالصحة لا يتهتم تمحيل قضاء الفاسد إذا لا تجيب لهم مغرب زمين جميل إن شاء الله لا أشوف لهم إن شاء الله المشروع تعنا محمد راضي هو طار شاولا هي غادي إن شاء الله نحلهم ونسهلهم التأشيرة باش أغلبهم يخرج ونجيب ناس وعد أخرين معالي يبقاوا ونسيهم نصنعوا دولة نسموها المغرب الحديد إن شاء الله إن شاء الله نخلطهم إن شاء الله نخلطهم بارك الله وفيك محمد الله يبارك لكم نور الله يعطيك الخير الله يطولكم شكرا لله نعاكم السلام جزاك الله وخير نرحب السلام أبو محمد أبو محمد فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك بخير الحمد لله نعم محمد أعطرفنا من نفسك صالح وظهور مرحبا سألة تفضل أخي صالح نعم أخي نعم أخي جني السؤال السؤال كنت أعرف السؤال سؤال كنت تقول الصحراء وش مغربية قبل 75 نعم تماما تماما تفضل تفضل نعم أخي جنيه تفضل أنا عنده الجواب إلياس كبسون فضلكم كبسوا إلياس فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد مرحبا سألة بخير بخير الله يسلمك الله يبرك عرفنا بنفسك شكرا جزيلا إلياس من المغري مدينة القناة يا تارى مرحبا السعر تفضل يا إلياس مرحبا محمد ذلك كيف تقتنعتي بها؟ ويا إلياس أخويا إلياس وليح تتلقى أخويا 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 أخو انت تقول هذه المطلقة لمعلك المطلقة من سقوطك شوف تحاولت ін кон tenían مستخف الجدائر كتين تحاولت امان كان اسمع تعرف الحافظ تعرف الحافظ الجديد وحاجز مما تقتنع به ما الوك إضعه لا تأتي هنا وتقول ان سحراء مغلبية وكذلك من مسئلة الخضراء لنفس الشراء يجعل الحسن الثاني يمر أوه... دعنونا نقش معك ما دام جدك سماعت أعطيني زيت أعطيني السبب اللي خلى الحسن الثاني يقتسم الصحراء الغربية ما دام جدك انت تمر حررها ب 75 ويقتسم الحسن الثاني مع موري الثاني لا، لب رحمه الله عليه لبى لداء دي الوطن عطيني السبب شوف انا ما سولتك على جيدك اخو اخنا احفاد يالو لسنا قوانا ونسنا أقل وطنية من اجدادنا واخويا سمعني اخويا تحنا عاشها ملك محمد السادس وحنا وراءه اي حاجة جالك اذا راكش قلت من قطارك انت امتك انت عاش مبقا يجيش كتقول هذا الادرام لي كنتي صحا حافي كتش كتقول عاشها الملك وانت تتت لحتى فلابوبيل تتلحق في لابوبيلة تتت jerk يا اما اخويا احمي انا قدامك شايفني انت في لابوبيلة اخويا انا في دولة ان هل دولة day to deal Palestine عندي كامل الحقوق شكونا أخويا اللي في الزريبة أرى اللي في الزريبة هو أنت ومنك وحدك الملايين أش من بوبيل أخويا البوبيل هي بوبيل محمد السادس اللي مخلي فيها 40 مليون مغربي يقفلها اليوم وماش يشتري القصور في الخارج هذك هي أخويا البوبيل هي اللي فتحتها وقلت 24 ساعة ما يبقى حد هون اللي بغيرها اللي يبقى رقفل عليه الباب لا هي هرب لك الجميع بما فيهم أنت ولا يتلتحق بي أنا هون جي لفرنسا وتعيش تحس بالحرية شفت انتما تتكلموا انتما بحال ببغاوات قفضوكم في واحد المكان وقرواكم واحد الاسطوانة أنا كان جدي أنا كان فاعلي أنا حرحرت الصحراء أنا الكذيب أشي تحرحر أنت في الصحراء ألا أنت عندك الرجولة باش تحرر الصحراء ولا جدك عندك الرجولة باش يحرر الصحراء واش تحرر الصحراء تركب في الكاميون وتقبل الصند واشي تمتمدغ إلي انت الحق الطاح وتطرح خيم تكفب وتبقى تعصد وتعدل الملاوي والمسمن وبرريداتي النعناع والشيبة وذلك شي وتملي هذك الكرش واحد النهار جيك التعليمات يقول لك يلا جمع هذه الخيام أرجع في حالة كل الزريبة ما هي هذه الشجاع هذه حررت أش حررت أرى أنتما ما حررت وشي أنتما رأى تاريخكم كامل ما فيه ما فيه معركة وحدة 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 فين هي المعركة اللي عندكم ما عندكم معركة ما عندكم شاهد ما عندكم حتى حاجة سبتهم ليلى محتلتين لهم خمسمائة عام ما فيه كراشل أنت في القنية طرارة مبينك معها كم بينك معها أربع سوية على أنك فسبتا أحوالي منزيك منزيك عبد الله مرحب السلام تفضل الأخ عمار تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم يعني حابب أنه قبل ما عمار بنفسك جزاكا حابب يعني بس تعطيني شوي معلومات من نفس عرفنا بنفسك جزاكا اللي أخر أنا أنا محمد من سوريا مرحب السلام الله يخلي فأنا حابب يعني أعرف شوي معلومات أنك تعطيني أنه أنا اللي شايف من الصحراء الصحراء العربية صحراء بيقولوا مغربية وصحراء بيقولوا جزائرية وانت بيقول صحراء طيب أنتو عالم اللي هلأ موجود عندك عالم مثل يعني يشبه عالم الفلسطيني يعني وين المشكلة ما في مشكلة بس أنتو عندكم شي لغة خاصة فيكم لحتى الطالب مثلا في الدولة مثلا يكون شوف يا أخي قضية الصحراء الغربية قضية تصفية للاستعمار في الأمم المتحدة يجتمع لأجلها مجلس الأمن الدولي كما يجتمع للقضية الفلسطينية لا يقال لا الصحراء جزائرية ولا غير جزائرية يقال الصحراء الغربية حتى الحسن الثاني إذا سمعتك سمعتك الآن تصريحه في الأمم المتحدة يسميها الصحراء الغربية لا يسميها الصحراء المغربية لا توجد الصحراء المغربية لا يوجد لا يوجد شيء اسمه الصحراء المغربية لا توجد دولة لا توجد دولة واحدة وإن كنت أشك في أنك سوري لا أشك في أنك سوري دقيقة أنا أشك لا مشكلة مشكلة إذا كنت تدعي بأنك سوري وأنت لست سوريا هذه مشكلة بالنسبة لي قد تكون لا مشكلة قد تكون لا شوف يا أخي قد لا تكون مشكلة لديك لأن الذي يكذب ما عنده مشكلة لكن أنا بالنسبة لمشكلة أنت لست سوري لا لا لست سوري شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي لا لست سوريا لست سوريا لست سوريا أنا أخي شوف أنا سوريا زرتها في 2010 لأن أردع أصبعي لا توجد الشيء قالها الصحراء المغربية لا توجد من وجدة عبد الله طبعا الكذاب لا مشكلة لديه الكذاب طبعا لا مشكلة لديه لكن أنا بالنسبة لمشكلة تفضل أخي تفضل أخي الكريم تفضل أخي الكريم سلام وعليكم السلام ورحمة الله سلام أخ محمد مرحب السلام هذا مش سوري هذا هم هذا كماراريك يتقينون اللهجة السورية نعرف نعرف سمعتني الأخ محمد سمعتك سمعتك الأخت هم يتقينون كل اللهجات نعرف ركتسمع فيي الأخ محمد نسمعك نسمعك ركتسمع نسمعك نسمع هم يقلدون كل اللهجات أخ محمد تفضلي نعم دائما عندك مشكلة في السلام دائما عندك مشكلة في السلام محمد أكتما فيي نسلني وعاود طلعني عندي كلمة أقولها نسلني وطلعني محمد مرحب السلام باش تعرف الإنساني كانوا السوري والله والله حمروكي الحمروكي لا يخبأ الحمروكي دائما يستعجل على البحث عن الهفوات ومحاولة تمرير المغالطات أما السوري السوري إذا أراد أن يعرف الصحراء الغربية سيدخل إلى جوجل لن يأتي لمحمد راضي اللي اللي بيشعر بالصحراء الغربية سيدخل إلى جوجل ويبحث وسيعرف كل المعلومات الخاصة بالصحراء الغربية أما الحمروكي الذي يتقمص التحول الى الصحراء الغربية يرجو Joanna الصحراء الغربية الى مغربية بمجرد ان تتقمص دور السوري ستتحول وكالصحراء الغربية ستنقلب الصحراء الغربية وتتحول الى الصحراء المغربية يالجوهال انت محمد مرة اخرى نرحب بساة نتبنى ما عندك هذك المشكلة الاخ محمد نرحب بساة تفضلي تسمعني طبعا طبعا شوف الاخ محمد هم هذا مش سوري هم يقلدون كل اللهاجات فهمتني الاخ محمد يقلدون كل اللهاجات وهما يا الاخ محمد هما يستقواوا يستقواوا بالخارج يعني هما ما يقدروش يجاوبوا على رواحهم يجيبوا من اليمن ويجيبوا من سوريا ويجيبوا من امريكا ومن فرنسا لانه ليست لديهم شخصية بش يدافقوا على رواحهم سمعتني الاخ محمد راك تسمع في ياملي سمعتك 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 هما ليحبوا التوسع نحن لا نحب التوسع والصحراء ونقول هالك أنا جزائريا الصحراء الغربية للشعب الصحراوي وفاقات للشعب الصحراوي وفاقات جزاك الله وخير من الله جزاك الله وخير سمعتك وعليكم السلام الله مرحبا وسهلا والله سهلاتي لك سلام الله كريم كريم المجاهد تفضل كريم تفضل سلام عليكم أخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كديري أخي كديري أمورك لا بخير الحمد الله كل شيء بخير الحمد الله الله يسلمك ومرحب السلام عرفنا بنفسك جزاك الله وفاقاته مرحبا أخي لا لا مغربي مغربي أخوي لا قد عرفتك مغربي أغرأ اسمك من فضلك كريم المغرب أخوي مرحب السلام تفضل أخي كريم لا يبرك فيك أخوي أخوي تعقول الجزائري ماش مغربي الصحراء ماش مغربي ألف أخوي أعرف السؤالي أنا أو لا أعرف السؤال ممكن أن تعود أخي السؤال السؤال هو بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75 قبل 75 أخي، كيف أقول لك؟ التاريخ لا أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعرف التاريخ دعني نقش معك بعض الأمور التي تحتاج فقط للعقل تمام تمام مرحبا تعرف ستة نوان في 1975 المسيرة ما هي هذه المسيرة؟ المسيرة الخضراء، أسمىها المسيرة الخضراء ما هي المسيرة الخضراء؟ أسمعها شيحد مثلا لا يعرف المسيرة الخضراء لا أعرف، أنا أقول لك المسيرة الخضراء هي أنها كانت صحراء ما هي المسيرة الخضراء شي تقول له غربية وشي تقول له مغربية صحراء المغربية وشي تقول له الصحراء الغربية مهم صحراء كانت مستعمرة وحسنت قدر أحد الخيطاب وقدم أحدا وسائل النقل وتطوعه للمغاربة من أجلش من أجل من أجل، كيف يجدر أحدا اه ما شي مو يمحت تحرير سيلمي حلق الشي يبغو يمشون ديك البلاد يعمرها ديك الارض يعمرها واحد باريقة سيلمية ما شو شنو عطاوه بثلا شنو ادوه معاه شنو ادوه معهم ادوه معهم ادوه معهم كتاب الله اه اه وصافي وسائل ناقل الشعب المغربية اوه كتاب الله اه كتاب الله اه كتاب الله والله ما نقدرش نجاوبك انا اصدق كتاب الله اصلا الله يسمح لنا والله يقيل لنا اكتاب الله ايه فعلا ولكن واش كان طبقه فعلا عندك شي لي فيها لا غير لا خلينا اخويا من الوعظ والارشاد الارشاد خليها اه وي مرحبا ولاش ادوه معهم القرآن اخويا لاش ادوه معهم القرآن ما نقدرش نجاوبك شنو سلمية يعني اذا ما السلام كيفاش سلمية السلام والله اعلم كيفاش سلمية مثلا كيفاش القرآن سلاح القرآن سلاح القرآن يقتل متى لو وجهته لا يوتى نحن نسلمين الي عرب راتنا نسلمينSorry تسلمين وليس نسلم كيف سلمين نسلم أو كافر والمسلم 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 غير على أها أها المسلم المسلم يدخل على دار أها المسلم المسلم يمشي حتى الأرض أكه المسلم المسلم يمشي قتل أخوه المسلم لا وش منه فين هو هذا الإسلام وش بقيت في الشعارات اللي بغت تقول لي أنت درجة وش شعارات هون الإسلام متل إسلام قول لي أنا سولتك إعلاها ديت القرآن باش تحروا هذه الأرض السؤال بسيط أخويا بس أنا عرف أخويا ومالك تحضر معه باش تعرف شنو باش تعرف أخو أنت كيفاش باش تعرف بس نعرف أخويا لا غير أنت في نظرك باش ينشي دولت دات القرآن باش تحرر الأرض أخويا بذبا أنت ما بيت نصطلقنا الفكرة دي ليدك شلي عارف أنا ودك شلي في عقلي أنا أراني سوي لك أراني قتلك شوف أنا قتلك واحد القضية قتلك واش نناقش معك قتلي نناقش معك لو كنت تقول لي ما نناقش معك نقول لك السلام عليكم طلع واحد ثاني أخويا أنت قبلت نناقش معايا قول لي أخويا لاش تديت القرآن وأنتم ماشيين تحروا الأرض وما ديت معاكم السلاحة أخويا واش كاين الجنون فهم ممكن إلي قتلك كاين الجنون وحنا ماشيين باش نعبدلهم الرقياء أنه نصدق ولكن تقول لي ما شين نبدل الإسبانيين والإسبانيين ما يفهم القرآن وتقول لي ما شين نترضوا الإسبان وأخويا نقول لك راه كاينة مشكلة صح والله ماشي صح أخويا عندك الحق قول لي وقول لي هذا المسيرة واش حرة الأرض ولا لا ما زال في نزال ما الله أعلم لا لا هايك في هذه 75 خليني من الآن في هذه 75 واش حرتها ولا لا والحمد لله دست ديك المسيرة على سلام في دخلت المسيرة أخويا صرح لي كيفاش بدخلت المسيرة ديك المسيرة دست بي سلام واشوف انت شوف أرى نكن منين تقول لي ما أنا عرف نتافق معاك نقول لك إنسان انت ما هو عارف انت قلت لي دست بي سلام معناها لأنك عارف عارف منين مرته كذا منين مرته أخويا وانت الحرب منين مرته أخويا هذيك المسيرة هذيك المسيرة اذا ما طريق التنقل دياله او لماذا الله أعلم أخويا الله أعلم لا انت بالنسبة لك انت دست بي سلام وصفة وانت دست بي سلام لا تشاهد أخويا قرينات في البشدة وفراصك بأنها ما دخلت الصحراء الغربية ما دخلتش ممكن لا ما دخلت ممكن لا ماشي ممكن لا ماشي ممكن لا بغيت نسمعك تصريح الصحافي المغربي اللي تابع الإذاعة المغربية اللي قام بتغطية المسيرة اه هل تبعي اه خليك خليك نصي 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 شكرا اللي دافع على الشي ما هو عارفه. قال لك عبدالله لك بديتوا معاكم رايبه جميلة. هايك ساعة ما كانت رايبه جميلة. يعني انتم الشعب كامل وحيد في العالم اللي يدافع على قضية ما هو عارفها وما هو علبه ويدافع عنها وصيب غا يموت هو قال لك من اجليها. ولكن تسولوا عنها ما هو عارفها. مهم هو غير بغا يموت على اجليها وصيب. وهو حراك في البحار. وشوف كان له يموت في البحار. وحارق لسبانيا وكذا. ولكن صحراء مغرابية. مغرابية بلا. اسم باش مغرابية ب. بالبغرير. بتشتري في مرحبه وسهل. سورية فضلي. السلام. سوري. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أجي انت ما عندك شغل ما عندك شي. لا انتي اختي اللي ما عندك شغل اختي. انتي اللي ما عندك شغل. في وقت الفارق قبل ما يفتح البار. لاني افتح البار في العصرة في الليل. تجيت تفرشي فيها اختي. راح انتي لي ما عندك شغل قابلتيني انا اختي. انت لا ما جيت عندك اختي. الله ما مشيت عندك. ولا نسول عنك ولا انا اعرفك. راح انتي لي اختيبها بلا شغل. من افضل لك. باش ارا انا بعد نحذركم انتوا بذلك العياشة. اراكم مليتم تتبعوني انا اراه يتغير قناعتكم. هذي يكونوا متأكدين منها. ارا انا اثار فيكم انا اثار فيكم. ما مع الوقت لي تعودوا احتدتم وتقولوا السحراء الغربية. انا حذرتكم من الان. اراه اللي بقى يتفرج فيها دايما من العياشة. ارا انك واحد النهار تم تقول السحراء الغربية. الى ما قلتها انت واعي تقولها في الليل. محدك في التحلم لا يتقول السحراء الغربية. هذي نقولها لك من هون. اللهم اخير فيك. باش تحمي. تحمي هذك الكالاخ اللي زرع فيك نظام. اه 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 اخير فيك ما تتفرج فيها. انا 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 نقول لك. اذا تتفرج فيها. اراك اللي تم تتفرج فيها دايما. تتغير قناعتك. احمد. اذا من الافضل. احمد فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الاخ محمد. حياك الله مرحبا وسلم. انا اول مرحبا. انا اسمي احمد. انا حاليا موقف في اسبانيا. مرحبا. وانا من المغرب من الجهة الشرقية. مرحبا. مرحبا. فضل اخي احمد. انا فقط يعني بغيت ان نطلع معاك. ما ما عرفش علم انك تخضروا هنا هاد اللايف ديالكم هانا. على هتك اما انك عارف ان احنا لاش نتكلم. انك انا نعقل عليك او نعارفك لما كنت صغير. واش انت طالع هون في واحد اللايف وطالب قيست. ما انك عارف الموضوع. موضوع الصحرة الغربية. ابو علاه تقول ما انك عارف الموضوع. لك بغيت نعرف واش يعني واش اللايف عنده شي عنوان ولا يعني. الله يعاونك. الله يعاونك اخوي الله يعاونك. وعناش تكذبوا عليها لا تكذبوا. انت عارف الموضوع. وطالب قيست. وسمع المداخلات. وتطلع عندي هون تتلفيها لا. الله انا ما يعافق عن الموضوع. شنو هو الموضوع عندكم انتم اليوم. اول موضوع عندنا هو محمد السادشرة واحد القصار في طانزانيا. من فلوس الشعب المغربي. من 2016. وهو خدام فيه في سرية تأمل. انا راوكم من القصار لا يمشي يسكن فيه. ويخلكم انتم في لاميرد. يخلك انت حارق في اسبانيا وهذاك حارق في اسبانيا وهذاك في ايطاليا. وهو وراه يتبرع في 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 الزنجيبار. انت تنفى مع 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 اللفة الاحمر والله الاخضار والله ما عافقاش عندكم انتم. مغوك سواغ. اذا انسان يتلعب بشي ناقش الموضوع. اتفضل اخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفس الموضوع نفس السؤال من طبيعة الحال. اعرفنا بنفسك بعد هي اللولة خاص بدم وتعرفوا بانفوسكم اخويا. بحكم انك كنت صحفي غبي تكنك تسمع ابو احد الجريدة سلطة الاماروك. لا ما كنت انا اخويا صحفي انا كنت اغاو اخويا. غير كنت نجفة في الاذعة والتلفازة كنت نجفة عند فيصل عريشي وصافية وطردني اخويا. لان ما اني صحفي اخويا. الصحفة راه عندكم انتم في مغرب. عندكم شوف خيخي هي الصحفة اخويا. صحفة هي شوف خيخي. ما انا اخويا ما كنت صحفي انا. كريم. ارحمة السلام. كريم تفضل. وعلكم السلام. وعلكم السلام. وعلكم السلام. وشمال موضوع. وشمال موضوع دي. عطان تاني تنزل. عطان تاني تنزل. والله يا اخو يا ابو عحمد اللي اتعجب. انسان يطلع المنصة ويقولوا وشمال موضوع. وعار. دقيقة. كنا نسمع فيك. باش نسمع الموضوع. باش نسمع الموضوع باش نسمع الموضوع. دقيقة الانسان يطلع ويقولوا. ما انا عارف ما انا عارف دي. ما يشعف على التهدر. انا عنده ممولاسة فن الكريب. هي قال الناقشة. عندي مناقشة. عندي مثل ادلة. يا أخو يا محمد قد قول السحراء غريبية. ما انا لسمع عينك فحكرة. انقنعك وانقنع المشاهدين حوالي هنا لا 400 او 500 واحد. انقنحهم قولوا انا قولوا ها. قولوا بالله يا هذا الانسان مغربي. والله لجب دليل محمد ما عندهش دليل يعني ما عندهش حجة حجة تكون ضعيفة لهذا نتمنى منا المغاربة هذا الانسان دائم محمد الرضا والله اللي اتعجب يقول له محمد الرضا كان في التلفزيون وقال الصحراء مغربية هو كان عامل في التلفزيون المغرب وقالها بس حما عندهش قانعة أنا تقول لي مثلا نكون خدمة تقول لي هذي ونقولها بس حما عندهش قانعة بس حد داخليا نعرف لأن الصحراء وهي شوف هي شوف هي هي شوف الصحراء الغربية لا يمكن تكون الصحراء الغربية والله غربية ليست بفلان ولا بفلان بالتاريخ بالتاريخ انت ادركي لقيت لها انت الصحراء البغربية واش لا ينصدقوك والله لقيت لها انا الصحراء البغربية نصدقوني بتاريخ اعطينا التاريخ باش هي مغربية انت كشخص يا محمد هادى الناس مازال والله ما عرفتهم انا ما فهمتش هادى الناس كيف يفهمو حتى اوه لو قال محمد ريض الليلي حاليا قال السحرة مغربية فهي ليست مغربية ابراهيم غالي ولا قالها ابراهيم غالي حتوله قالها ابراهيم غالي والله ليست مغربية يعني تاريخ للصحرة الغربية لها رجال ولها كما يقول لك قدمت شهداء من اجل هذا البلد وما زالت تقدم شهداء من اجل هذا البلد حتى تنتصر يا اخي ذلك كان يجي محمد ريضا حاليا ويقول لي ودي السحرة مغربية نقول له لا لك غالطر وحن تحوره نويك هذا محمد ريض اللي لكم تشوفوا فيه ويقول لي السحرة مغربية ندري معه مناظرة حاليا ندري معه مناظرة بانها سحرة غربية وليست مغربية واذا كانت مغربية يعطيني الدليل واحد أنا نعطيه ألف دليل والسلام عليكم وتحييلكم وعبد السلام الله ومرحب السلام والله وتحييكم السحراويين وربي حفق ازاك الله خير مرحب السلام والله سيد محمد مرحب السلام سيد محمد فضل سيد محمد من موريتانية فضل نبدو أنه عنده مشكلة سيد محمد فضل نبدو أنه عنده مشكلة مرحبا سهلها شيخنا شيخنا تفضل دو أنه مشكلة خاليد باست خاليد باست فضل خاليد باست فضل كابسون فضلكم كابسوا كابسون فضلكم عبد الله عبد الله تفضل الله يزيزي فضلك واصلك أستاذ ريضا بخيال الحمد لله ما إن شاء الله أطلعت بغيت نسلم عليك ونقول لك واصل والله يحفظك مرحبا لا عرفنا بنفسك جزاك الله وخير اللي يسمح عبد الله وتسغير من الجزائر مرحب السلام والله مرحب السلام والله جزاك الله وخيرا أطلعت بغيت نحييك ونقول لك واصل ونعمل سنديلك والسعارة الغربية وستبقى غربية إن شاء الله آمين إن شاء الله رب يحفظك إن شاء الله شكرا والله جزاك الله وخيرا دعم ليك كل الدعم لك الله يطلع شكرا والله جزاك الله وخيرا مرحب السلام رشيد من إيطاليا رشيد فضل رشيد فضل سعيد يا للقست ما شاء الله سلام عليكم سعيد تفضل وعيكم السلام ورحمة الله وبركاته معك سعيد معطن مغربي مرحب السلام مرحب السلام مرحب السلام مرحب السلام أولا نقول لك تحية تحية لك وديما كانت فرجوا في الفيديوهات ديالك في تيك توك كان عاود لهم في يوتيوب المهم بغيت نشكرك على الفيديوهات ديالك بزاف الصحراء الصحراء غربية والعياشة العياشة مكان لا أسلوب لا مستوى على سميت أنت على سميت أنت على سميت أنت الصحراء الغربي على سميت حسب المعطايات اللي كاينة على حسب المعطايات التاريخية اللي كنشوفوهم وكنسمعوهم وشحال معلومة شحال من معلومة استفت بها من عندك يعني كنت كان شي معلومات كعارث كبرنا في البلاد قرينا في البلاد قرّونا التاريخ اللي بغوهما قرّونا أعطونا المعلومات هما من عندهم يعني يعني وش غادي نقول لك يعني أنا أنا شخصياً نتكلم على نتكلم على رأسي استفت بزاف استفت بزاف المعلومات اللي جبتهم وكنزيد نبحث ذلك المعلومات اللي كاتعطيهم كان مشي نقل اللي بتاعنا ونبحث نشوف وش المعلومات وش لك المعطايات صحيحة ولا لا قد تقريب نقاع المعطايات اللي كاتعطيهم معطايات صحيحة وتفصلوا النظام المغربية راح باين نظام نظام كي يعني كي ما نقول احنا يا هذ القضية هذي كيدخل بها الفلوس كيتاجر بها يعني هو اظن 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 اعلن الشعب المغربي مضحوك عليه فهذه القضية لا الشعب المغربي هو داسي محمد شعب شوف وش غادي تنتظر شعب مجهل شعب منفقر شعب يعني تم التجهيل دياله عن صبق عصرة وطار الصوت يعني ماشي شي خطرة تكلوم وحقا نكلوم وهاد الشعب نقول وعلاش يعني راه حتى لها الدراجة مخلين النظام يستحمروا ولكن كي كتشوف عودة كي كتشوف تشوف وليدينا مصغرهم وهوما سكوت علينا الحيطان عندهم الودنين لا لا وليدينا كانوا جاهلين ما قارين دونك احنا من الصغر ديالنا يعطوك دوك المعلومات خاط اه اراح المالك يما قولوا تا انا يا جدي قالك محمد الخامس شافوه في القمار طعمت احنا انا كبرنا في وجدة كبرنا في انا كوجدي كوجدي كنا الوليد ديالي كان يدير التجارة الله يرحمه الله كنا عايشين بالفضل ديال التجارة مع الجزائر في وجدة يعني وجدة بركة الناظر احفر توريت قاعد جي هالشقية كنا كانت عايشة عايشة بالخيرات ديال الكونترباند كانوا الواحد كما نقول احنا يعني في وجدة مين ما يلقى ما يدير يمشي يجيب جوج ببادة ديال مازوت ولا ليسانس شبه قاتلة وعلا إلا مش عاد مقاتلة غا يشري غير قاتلة هذي يعود البيع في الدرب في الدرب يشري جوج ببادة ديال ليسانس ويعود لهم يعود لهم البيع يجيب ديك المية وخمسين درهم يدرهم ديالو وناشط يعني كبرنا يكشفت توريد شقع فيها البارح لا ما شفتش كنت في لسبان البارح وتوريد راح حرقوا لهم حرقوا لهم القصارية كاملة سوق الصباط سوق الصباط كذا كامل حرق بارح لا ما عندي سهل المعلومة هذي قلت لكبرنا بالخيرات ديال كي ما نقوله احنا يا الجارة جزائر ندرك النظام النظام ديالنا النظام المغربي ديالنا وشنو كي الهدف دياله ديال كامل هالخارجات شطحة اللي كاي ديال هو بغيبي ينضبك الشعب المغربي بالله العدو ديالك وهو الجزائر العدو ديالك هو الجزائر باش انتايا تبقى مغيب وحال فمك آه الجزائر صارت شي حاجة الجزائر شوفوا مع الجزائر وهو النظام ديالنا أنا كان مغريبي أنا يكبرت في المغريب والحمد لله يعني هربنا من هذيك البلاد هذيك الحمد لله هربنا بها ولكن وليدينا ما زال عايشين في ذاك كي كاتحضر معاهم ما زال عندهم عندهم ذاك شي خط أحمر عندهم لا يعني وش غادي نقول لك زعمة يعني الشعب ما شي زعمة كما نقوله احنا يا تحرم بغي ذاك الحالة هاك ذاك شايف غب على هذا الشيء تجيل دياله تفقيل دياله ركشت دابة المدراسة أبا أبا وابلاتي ابا بابلاتي يعني كما نقوله احنا يا المدرسة واقفة ضاي صلح يعني كما نقوله احنا يا يعني هو باغي هاد باغي هاد السيستام يبقى هاك اكشت المدارس كل شي رهم إضرابات النفس مقارين وارو واشنبلع حق اه والا كل شيء يعني كما نقوله احنا يا ذا با أنا كن مغربي كنقول للمغاربة اما تعالى السي محمد اه السي محمد جابلكم واحد المعلومة ها سيدي انت ها تشوف ديك المعلومة تحتامل الخاطئ وتقدر تكون تكون صاوى اروح قلب وشوف ديك المعلومات شوف ديك المعلومة واش صحيحة واش ماشي صحيحة وإلا صحيحة زيد بحت وإلا ماشي صحيحة ادخل وناقش كماري نقش معاك نقول لك او دا السي محمد نقدر نختلف معاك فهذا النقطة فهذا النقطة فهذا النقطة احنا عندنا الحالة سهلة دا بالتخوين انت خائن فالسب السب والتخوين معا مشكلة المشكلة هو السب والكلام الساقط هو اله شوف السب هذاك السب الأغلبية هذاك السب السي محمد الأغلبية ديال هادوك اللي كيسبوه الناس خدامين مع الاجهيزة خالص كما نقول لورا خدام عنده تمام سوايا عدياله خصو يخدمها يتطلع عندها يا لايف غادي يطلع عندك يسبك يطلع لأخو في ميريكان يسبوه يطلع لأخو في الإسبان يسبوه يطلع لأخو علي المرابط يسبوه يطلع عند لأخو يسبوه هادوك هادوك خدامين خدمتهم وكان واحد نوعلي مجهل وكان واحد نوعلي مستافد مريع ما بغيش كما نقول لحنا نظام عارف يلا تغير النظام وكان دولة ديمقراطية هادوك الناس ما غاديش استافدوا من الريع وليديهم استافدين من الريع وانت تتوقع أخو يا ساعد انت تتوقع لأنه يوقع التغيير في المغرب والله يا أخو يا محمد واش غادي نقول كان هو ذو البلاد وكان شوفو إلا بقعت إلا بقعت هاكا إلا بقى الشعب ناعس كما رهب كما ناعس صعيبة إما إلا كان شي كما نقول لكن التغيير شي اخترات رهما لا شو أنا نتكلم عنه شوف شوف المغرب بما يتبدل إلا ما كانت لمجاعة واش لمجاعة واش لمجاعة ماشين فيها واش كاينة باينة لك المجاعة كاين أخو يا محمد ها وصف راه التغيير جاي راه التغيير اللي يجي في المغرب بالمجاعة الوالدين راهم تمايا الوالدة ديالي راها تمايا والله من تقع تعود لك على أبو الحمد لله يعني أنا الوالدة ديالي كفيها وهادي ولكن تقع تعود لك على الناس العائلة لا ملاقينش كيكون يرجوش دراهم ثلاثة دراهم. الناس ما عندهاش. الملطة يشارطة على خمستاش دراهم. باطاطة عشرة دراهم. زيد الماء زيد الضو زيد الغاز زيد كده زيد السيبا. يعني تمشي للقونس تمشي للبلدية. البلدية كما نقوله بغي واتيقة ديالك بسيطة. ورا الشيخ يلا ما يبغيش يعطيها نقول الله ما تديها. ايه لما دورت مع الشيخ والمقدمة ايه. ويلا شد معك يلا شد معك كما نقول احنا يلا. ضد. اراه الله ما يعطيها لك. هنا المشكلة ذلك خصش الناس توعى ولكن بحال هالفيديوهات اللي كدير انتاو كيديرو اصدقاء بزار. الناس بالدات انا 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 واحد منهم. يعني اش حال فكرات تغيرت عندي. يعني كنت كما نقوله شي معلومات مثلا عن المسائل المسائل ديال المسائل الخضراء. فين مشاو فين ما مشاو فين وصلو. اه فين وصلو واش وصلو للطح ولوش زادو. احنا كانوا عنا صافي دخلو بالنسبة لنا باللي يجدو يذوك اللي يمشاو دخلو وصيف ريد. دخ دخلو بالقرآن تقول اسم وإن يول فيه مجنون. ما تز القرآن. شنو هز ولا القرآن. بلا عليك هذو كل اللي شون من السيرية شوف انترانك مغربي وتعرف. تعرف المستوى التعليمي في المغرب. بلا عليك كم هو الناس اللي قدة تقرأ القرآن. تفتح القرآن وتقراه. والله الحمس يقراوه بالمقلب. وإذاً في 75 و لكن الشكل شكل ديالها رأي تعطيك آيات فشكالي رأي طلبوا الله كم من واحد مسكن ما يعرف يقرع الفاتيحة الفاتيحة يبغي يصلي ما يعرف الفاتيحة إذاً في 75 في 75 معطيهم أنت القرآن قال لك لا يقرأوا القرآن يما تقول أنت تعزبني أنا نكون كان نكون خدام دير فيديو كديمة كانت فرجهم سجل في اليوتيوب تقول له واش هادو كسبني و لكنهم قيوسين فيهم بجنون وصفري يو يلا هنهزو القرآن ونمشي وغدال سبتا ومليل يلا هنهزو القرآن القرآن ونزيدو معها نزيدو معها صاحح البوخاري وموسلم ونمشي ويلا ويعطيونا غزا عودا كين ما يقدروش ما يعرفوش يهزو القرآن ويمشي وعندنا طانياه ويقولو شوف ده عدو الرقية في شي برميل كبير ودو معكم هذيك الرقية وتمرشوها عليهم صاحب أنا كنقضر مع شي دراري أصحابي وشينقول لهم هو في البلاد أرخصها شي فقيه يطلع في شي طيارة ويدر الرقية للزمر كامل رحواج والله ما يبالي الشاب قاعم شير أنا قلت له ما بدي دراري الحل الواحد شي فقيه يطلع في شي طيارة والله ويدر الرقية يشد همطانجة كما يقولوهما لألدويل ما حد ما حد المالك في سانغافورة بس كولا جاي 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 معه ما عرفناش هذا قاع فره واش راه فريمو يحكم واش ماراش يحكم واش راه عايش واش مارا عايش ما هذا أكثر مشكلة الله الله صارحة اللي كنت رحش أسئلة كنقولوه ودي شكولا رحستيق هاد الباطو هاد الباطو شكولا رحستيقو ماذا والله إلا مشكلة والله قضية ديال الكوكي من 2019 ايه 2019 اليوم عاد بنت لكم انتم ما اليوم عاد لقيتو المجرين فيها البعوي في هذا كذا الله البعوي ديالنا راود جيه الشرقي راود وجدها هذا قرقع وجدها دياله ولقجع ولقجع بشع بركانية والا قا ما يمشوف هادوك قا كالين وش هي هادوك قا عندهم القهراء عندهم باسبور دايرين ودوك وطياس بن يولية فرنساوين هاري شوفو هاش عالي طي الزل كل شكل شواء ولا يغتالوهم واحد واحد كيف ما ولا يغتالوهم كيمما داروا الاثنيمي كيمما داروا هادا كيمما داروا الاخر كيكملوا بهم ولكن شوف الظلم يجي واحد لوقيت الظلم يخلص حقي يخلص والله شوك يا أخويا ساعد للمشن الظلم واسمح لنا بزابسي محمد وواصل واصل عياش اشوف الاسبوك عرف ما ما رهم خالصين انا نخلصينهم باش يسبووا يخصوهم يديروا خدمتهم فهمت نعم عرفهم يخصوهم يحلوا يحلوا المنظر مهم ما تنساش ما تنساش الرقيا غصناش يفقيه يشوشي طياره يبسيز لكل شطو هاليامان شوفوا شطرونه صحيح ان شاء الله تحياتي سي محرح مرحبا تحياتي لك مرحبا تحياتي لك كوراج كوراج الله يطرق شكرا والله مرحبا عفو المهدي يتفضل المهدي يتفضل المهدي عدم عدم تفضل عدم تفضل براهم براهم البركاني يتفضل مقبرة الشهداء تفضل مقبرة الشهداء تفضل محمد بين محمد بين تفضل محمد بين تفضل عمر عمر تفضل عمر حجي تفضل عمر تفضل هانت تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته كيف حالك أخ راضي الليلي بخير الحمد لله ما شاء الله الله يبارك فيك مرحبا رشيد من مقيم بالولايات المتحدة من مدينة خريب مرحبا تفضل أخي رشيد وفي الحقيقة أنا أتفق معك بأن الصحراء الغربية ولكن في الموقع أنا شوف أنا ما شوف أنا ما سوء أنا ما أنا شوف أسمعني أسمعني شوف أخويا شوف أخويا أنا رأى عقلية المغريبي رأني حافظها أخويا أنا سؤالي بسيط أنا طرحت لك سؤال وجاوبني عليها أنا ما قلت لك لا تقول لغربية ولا مغربية أنا قلت لك لأنه أعطينا الحجج والأدلة على أنها مغربية قابلة 75 أوكي أنا مرحبا مرحبا أنا أريد أن أقول أن الصحراء الغربية في الموقع مغربية من وجهة مضاري الخاصة ولسألتك نفس سؤال أعطينا الحججج أن جمهورية الصحراء العربية كانت دولة قائمة متى دخلتم استعمار كيف احتلكم مغرب هل سبق لكم أنتم دولة أنا كشفت ما عندك الجواب جواب ما هو عندك أنا أتحق بسؤال أنا أستعمار أنت أسمع شيئ سبقًا أن أرى الفرق بينه عندك أنا قاد نسمع ك لماذا أستعمار أسمعني أخويا لا أنتم أتحقني أخويا أجد مرحبا أسمعني أخويا أسمعني أخويا أسمعني أخويا أسمعني كيف لم أسمعتك أنا ننتظر جوابك سمعني لا رقعت عطيني بقاطعتك أخوي ما خليتني ما مكمل انت طرحت علي السؤال منين بغيت من تكلم تقاطعني وش انه وش انت عاقل وش انت عاقل على ذا اللي تتعدل ولا لا انت طرحت علي السؤال واسمع ها نكشوف ها نكراك تكرر نفس القصة سؤال استنكاري يا أخي أنا ما عندي ما نعدل لا بسؤال استنكاري ولا بسؤال واضح انا سؤالي واضح اعطيني بماذا هي مغربية قبل 75 مثلا عندك واحد السيارة سيارتك الخاصة انا اللي هنجي نركب لك فيها نقول لك انا هذه سيارتي لي تقول لي لا انا سيارتي لي نقول لك بس سيارتك لي تقول لي هالكارت غريز انت يا اخي اعطيني شهادة الملكية بان السحراء مغربية قبل 75 تفضل راه ضيعني الان دقيقتين فلالشي واحد فضل انا عندك السحراء قبل كانوا بدوا وتعرضوا الحكم قبالي تحت من 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 تاريخ مجوعة صنهاجة وتعرف الصنهاجة هما هما امازيغ وتعرف كيفاش كانوا حاكمين المغرب الاقصى والاوسط وهابتين حتى المال ياك اه في ربعة وثمانين افتنمية وربعة وثمانين دخلات اسبانيا الصحراء الحمايه وزادة ام مانات القخرة في افتحعمية وثماني وثمانيا او 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 المغرب كم داما الاستعمار لاسباني للصحراء الغربية؟ من 1884 إلى 975. كم من سنة؟ تقريباً كده وتسعين سنة. كده وتسعين سنة. وفارضاً هذه الأرض المغربية. شنو خاص يقوم به النظام السياسي في المغرب والمغاربة توجاه هذا الاستعمار اللي في الصحراء اللي يسميه أنت المغربي. اللي مفروض اللي يقوم به فيه المغرب والمغاربة هو مثلاً النموذج التنموي لحطته المملكة في 2017. واخويا واخويا راه واخويا راشيد واخويا راه مستعمرة مستعمرة راه فيها الاستعمار فيها إسبانيا أخويا ماذا خاص يقوم به المغاربة والنظام السياسي في المغرب وهو يشوف أرضه محتلة. تريد جوردنيز عمل المقاومة وماشي أخويا نجرك أنا ماشي نجرك أخويا ماشي نجرك. فلسطين محتل اسمع أخويا فلسطين محتلين هالإسرائيليين راه الفلسطينين يقوموا باش يطردوا الاستعمار اللي مغرب كانت في فرنسا ولا كان في شي دولة واخرى الناس خاصة تحزن باش تطرد الاستعمار واش تبني ش التنمية قولي يا أخويا واش عندك خوشوا في أخويا أراه أنت أمام 364 شخص ولا خمس وستين شخص ينتظروا منك جواب مقنع واش عندكم شي معركة عسكرية مدة 92 سنة قاموا بها المغاربة والنظام السياسي في المغرب في هذه الأرض قاموا بها المغاربة السحراويين انطينخ لا لا أخويا ما تقول ليش لمواطنين السحراويين المواطنين السحراويين واخويا اسمع أخويا أنا ما سولتك على المواطنين السحراويين شوف أخويا أنا ما سولتك على المواطنين السحراويين أنا سولتك على النظام السياسي في المغرب أخويا واش عندك حكي بشني حكي بشني واخو يا راشد واخو يا راشد واخو يا راشد واش عندك شي اسم شي معركة ولا ما عندك قول لي من يعارف سلادي لكنت صحفي كبير واش عارف ولا منك عارف أنا كبير ولا صغير ولا صحفي ولا نبيع الماء ولا نقراب ولا نفلاح ولا نخضار هذا ما أخذ خروج عن النص واش عندك شي معركة واش عندك شي معركة اعطينا اخو يا اسم المعركة قول الناس فعلا احنا عندنا معركة ما عندك قول لي اخو يا ما نعرف واش عارف ولا منك عارف المغرب دخل معركة ديبلوماسية اعطيني معركة اخو يا عسكرية اخو يا اعطيني معركة عسكرية اخو يا شكرا اخو يا شكرا اخو يا شكرا اخو شكرا اخو شكرا اخو وانت في امريكا وانت في امريكا أنا في سحراويتي وأنت في أمريكا مليوح في أمريكا وخريب قراء مواكرين هالشفارة فما ما يخلي لكم ألف صفات للشيء والشعب راه في البحار يموت في البحار والشعب المغري براه مشارات والسحراء الغربية في سحراء غربيتها ومحمد السادس في سنغافوريتها وبعد ذلك في طنزانيتها ولما يشبع من طنزانيتها ومن سنغافورتها يمشي لقابونيتها ومنيني كامل من هذو قامبونيتها يطلع لفرنساتيها ويسكر مع رسوس سكراً علنياً يسكر في الشوارع وانت تم مليوح في أمريكا وهذاك مليوح في اسبانيا وهذاك كذا والسحراء راهي مغربية بالبغرير صاف وراء الناس العالم كامل يضحك فيكم وسبحان الله عندكم واحد المعزة المعزة والسلام عليكم بغاية نطير بالمعزة طير بالمعزة منين منين ماشي المعزة يا أخوارها ما تطير المعزة رهي ما تطير المعزة الإنسان اللي أبغا يطير خاص يعدل جنحان وخاص يعدل باش يقد يعني يطير واش انتوما بغيتوا تطيره بالمعزة واش انتوما هبانو المسطين واش شعب واش انتو في أمريكا أخو أرجع من أمريكا أخوян أرجع لخريبكا مش البيوت والله مش الابونا نوار والله مش البوج نيبة والله مش بيع لك السردي في اسمه في نواحي خريبكا حسن لك أشتعدل في أمريكا أخو انت في امريكا انت انت عندك فكرة امريكا انه في امريكا سبحان الله سبحان الله الانسان يبقى دائما على حاله ولو يمشي لشي عالم اخر انت عيش مع امريكا عيش مع الامريكيين ناس نفتاح الانجلي كذا كل شي في جوجل كل شي كذا احداك الولايات احداك النيويورك تمشي الامم المتحدة تسولهم قولهم اخويا عندكم واحدة القاضية اسمها السحراء المغربية قولك شو منهم سحراء المغربية قولنا اخويا اوسترن سحراء يقولك اوسترن سحراء اوكي كاين اوسترن سحراء جهل والله انا عفك عشوها قال لكم كيف قال لكم هذك الاخ المغربية خاصكم الرقي عندنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اجب الفيديو اوسترن سوف شامل سوف نقول نظرية ديالي واسمح لي بساك شكرا بزاف خوية مرحبا سيد سيد محمد سيد محمد لله يرحم لك الواردين احنا شعب ضعيف ما هو الشعب ضعيف اخوية عباسي شوف اخوية عباسي انا مان ناقشة اخوية انا ماني محمد السادس تشكولي عليكم شعب خليني نتكلم اخوية خليني نتكلم اخوية انا اخوية ما سولتك على الشعب ضعيف والله قوي انا سولتك انتش تسميها تسميها السحارة الغربية ولا البغربية انا شنو غنسميها غنسميها هما عرب مسلمين والقانون الدولي عطال حق المغرب علاش اسمح شوف اخوية شوف ها علاش شوف سبحالله انتم شوف اسمح اخوية اسمح اخوية وغار اسمح اخوية وغار اسمع اخوية وغار اسمعني اخوية اسمعني اخوية الانسان خصوية بغي يقول شي يقولو عن معرفة ايش ما القانون الدولي تتكلم عنه اخوية 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 عطال امريكا اعطى صحراء مغربية اعطاه اخوية شكولتك اخوية 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 فمشه لعطاها سوف تكون مغربية في 2020 و2024 و1975 و1960 و1900 و2007 وهذه اللحظة غالب الشر لك أخويا أعطيني شي دولة في العالم تقول لكم الصحراء مغربية أنت قارر أخويا أعطيني دولة أعطيني دولة أنا أنت أنا معك وش أنا سولتك على أنت أنت صديق دياني مخصص أنا سولتك أنت نساكر تحياتي لكم مرحبا وسلم بكم عدنا لكم جزء الثاني أهم ساكن شوفوا خاص الإنسان يفهم المخزن مساكن هما ما هم قدين يجاوبوا على هذا السؤال وهذا السؤال حارجهم فعلا هو حارجهم بشكل كبير جدا لأنه ما كين حد عنده الجواب في المغرب لهذا الموضوع حتى الأمم المتحدة المغرب نفسه لهو السلطات السياسية في المغرب لا تستطيع تقدم جواب على مغربية السحراء لذلك يرجعون لهذا الأسلوب وهذا الأسلوب يبين واحد الأمر أساسي ومهم بغض النظر على أنه يصدم كمتما كمشاهدين أنا حقيقة ما يصدمني لأنني نعرف المخزن ونعرف كيف يفكر وطبعا نطلب منكم الاعتذار لأنه حقيقة هذا الشي اللي يعطى الله عند المخزن المخزن هذا الشي اللي يعرف قصوره والحموشي هالشي اللي عرافه ولا ديستي في المغرب هذا الشي اللي تعرافه ولا جيت في المغرب هذا الشي اللي تعرافه والداخلية هذا الشي اللي تعراف في المغرب هذه السلوكات اللي تشوفه يعني راه ليس غريبا على أنهم يجوا قدموا لكم هذا الشي ويحاولوا يشوشوا به علينا آه راه عادي راه هالشي اللي يعيشوا عندهم هما ونحن عندنا قضية عادلة وأنا أراه من وجهة نظار على أن الشعب السحراوي ينتصر عليهم كل نهار يعني كل نهار كل نهار كل نهار كل لايف ينتصر عليهم الشعب السحراوي ويحقق انتصارات ليس فقط في الميدان ولكن حتى في التيك توك حتى في هذه اللايفات أي حد إنسان يشوف طريقة اللي دافع بها نظام المخزن على أطروحته هي طريقة غير أخلاقية وبالتالي يضيع يعني يضيع كل هذا الشيء يقول لكم صحراء مغربية ولكن يضيع أمام هذا الشيء يقول لكم المغرب في صحرائه ويضيع قدام هذا الشيء حتى الإنسان المغربي اللي يطلع معنا هنا ويدافع على أطروحة المخزن أنا متأكد لو كان عنده العقل ليسمع هذه السلوكات ويقول لك لا والله فعلا الشعب السحراوي عنده عنده الحق وإحنا هذا هو اللي أساسي عنه إحنا ليس أساسي عنه ما يأثر علينا مثلا يوم ينشر هذه الخزع بلا تماما ثم يأثر علينا العميد يحية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدير السرادي لبس بخير. سانك سانك عرفنا بنفسك جزاك الله. معك ماك يحيا من المغرب. مغرب حر كنت طلع معك. ايه مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. بان طلع معك وبي لا تسمعوا شي. اذا كنت مزعية شو لاشنو. هذيك سياسة المخزن هذيك شي اللي يبقى عندهم في القصور رهم نجيبوه نحن هون فاللايفات باش يشوف شو علينا. فضل خوي يا حي. اه خوي اه شي نقول الله يسأل عليك والله يعونك اخويون مغربة مغربة تقفوا شوية. احنا احنا ننتموا معهم ان شاء الله حتى يثقفوا ان شاء الله. انتموا معهم همولين يفهموه لانه رايز الصحراء الغربية ليست ابدا مغربية. شو؟ والحجرة عها كل الهاتف. لو لو امطارتي السماء حرية لو وجدت العبيدة حاملين وميدلات. اه باش طبعا ماش ننزل عليهم الحرية. والله شكرا. الله امام الله يطرنك الله امام. شكرا اخويا. شكرا اخويا. النصر والله حقيقة علامات النصر. شفتوا هذا الشيء والله من اكبر علامات النصر. نصيد ومرحبو السلام. وعليكم السلام نصيد ومرحبو السلام. ما شاء الله. ما شاء الله. ما طري باس حندل. شحالك انت بخير. والله اللي بخير حندللي. ما شاء الله. بخير حندللي. شكرا اخويا. الله يسرنا. نرحبو السلام عليكم. ونطلب منا فمواللي قاعدة سولة والمغاربة سولة والمغاربة سولة. ايه. على اه خمير المؤمنين والقصور وزين فيبار. انا عارف امواللي احتيزوا اه هاي زورة السيشي المنطقة. ها. وهل القصر اللي. قصور القابون في خباركان ولا شن هو. عادة في خباركان هي. شن هي. هذا القصر اللي عنده جزيرة اللي في القابون. اول القابون ما تلا يدخل. القابون مش عن. بونقو ما تلا يدخل في ما عندي عنه وما تلاقي قديد يدخل وهو الله ما يمشي يبحث له عن دولة اخرى. اهههه. اهههه. على شخص وقت. الله 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 الله. الله بجيب هي برحصة. اران من سبعينك نصيده عندك السينيال ولا عندك تغطية اي صح. اما انا زيما عادي تلحس عندي قليل ما نرد تعليق فهذا مو بالهذا. انا الله اجتلك عنك نسول على المنصوري. ايه? انا اعاد لها ثلاثة شهران نسول اللي على المنصوري. ما غادي لقاع بحد ثاني. المنصوري المنصور يخالي خيمته يقولوا لهم إيش داروا فرمانصور يكما الحق هو اللي كان سابقو العنيكري حاجة اللي هو كان على العنيكري ما الحق حميد العنيكري حميد العنيكري والله هو كان على المخابرات وجاء هو يكما الحق الله الله إن شاء الله ينصر ذوك المقاتلين اللي في الأرباط وتحياتي لك وتحياتي لك أمين سلام أمين سلام شكراً والله وداد فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معاك حسن من سيدي إفني جنوب المغرب مرحباً والله فضل أخي حسن على حسب الفكرة اللي عندي ما عرفت واش صحيحة أو لا غلط مصدر دك شلي قالوا لنا أنا ما درست حتى شها جا قالوا بأن الصحراء ماشي مغربية ماشي غربية وإنما إسبانيا وقبل 75 من اللي كانت للمفاوضات قالوا بأن شراء الحسن الثاني يعني شراء الحسن الثاني من إسبانيا كيف شراء كيف شرت الولايات المتحدة الأمريكية ألاسكا من عند روسيا أخويا حسن أخويا حسن إنسان خاص لا بغير يقول شي قول لكن الواتيقة ما كيناش باش ما نكتبوش باش ما نكتب الكتب الله حرم أنا ماش حتى شي واتيقة أخويا سمعني أخويا غير هذي سمعني أخويا واش هي قصعة كسكس واش هي قصعة كسكس يشتريها الحسن الثاني والله يشتريها الغير لا لا أخويا 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 حسن 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 نعم جاوبني لماذا اقتسمها الحسن الثاني مع موريتانيا 75 هنا ما عنديش المعلومة معلومة يعني يعني ما شاء الله هذا الحسن الثاني مطور واشتراها هذه الصحراء من عند سبانيا نعجة هي اشتراها من عند سبانيا وبعدها اقسمها مع موريتانيا قالهم بسم الله هكو النص ولكن شرأت الولايات المتحدة الأمريكية ألسكا من عند روسيا مشي نعجة أولا نشوفه ألسكا نسوله ألسكا نقوله ألسكا لماذا قابلت أن تباعي لي واش خويا واش بعقلك أخويا ولا ما عقلك من الاتحاد السوفيتي مشي روسيا من الاتحاد سوفيتي شكرا أخويا حسن شكرا أخويا حسن شكرا عليكم السلام أخويا بارك الله فيك الله يبارك فيك أخويا أحول هو أخوتي أمسكا لا يمكن لحد عنده الجواب يا ناصرة لا يمكن لحد عنده الجواب نعجي رضوان سبعي تفضل وخير السر رضي بخير الحمد الله بخير حمد الله الله يسلمك بخير الحمد الله هذا السؤال موجه تعال أغداء إن شاء الله لا لأغداء إن شاء الله تعال جيب معك على السؤال وثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وطراحهم مرحبا بكم سهلة إن شاء الله ولكن تعال في نفس التوقيت إذا جيت بعد التوقيت رحمة الله يعليك انت هلا عندي انا وانا رانك ليت تلعبه بيا اخوانا راني انا راني ذاك شي المزوز بالمغرب قام منك مزوز وانت اما عبد الرحمن مرحب وسهل مرحب وسهل اهسف خيرت مرحب وسهل اخه مرحب السهل مرحب السهل مرحب السهل مناضل واخيرت مرحب السهل وانت بل في خير وانت كذلك تشاهد وانا اطلع لك الاسطاح ارى هو واحد كاتب مقبرة شهده معد الفوتو ديال جزائل الله مرحب سهل الله يطلع لك ماشكور الله جزاك الله خير جزاك الله خير نايل ودول ان شاء الله عبدو عبدو تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عبدو من العيون مرحب وسهل مبارك لوفك نسي بالسؤال اللي ديما يعني كسكروا يعني بماذا هي الصحراء مغربية صح؟ تماما قبل 75 قبل 75 الصحراء مغربية هي ببيعة شيوخ القبائل آنذاك طالما كانت شيوخ الصحراء آنذاك لسلاطين المغرب اعطينا اخويا مكان البيعة اعطينا مكان البيعة وعطينا تاريخ البيعة النهار اللي كانت فيه البيعة وعطينا شكور اللي يبايع الأسماء للأشخاص اللي يبايعوا من قبلوها منك اخويا شوف انا مشيت للزاوية شيخ ماء العينين بسمار انا سورتك شوف انا شوف انا ما سورتك على منين مشيت اخويا واشانا قلت لك منين مشيت انا مشيت واسمعني اخويا اسمعني اخويا مرحبا مسمعك يلا انا اعطيني التاريخ اعطيني النهار ستة شهر سبعة في الف وثمانمية وما اعرف هاش وعطيني شكون هو السلطان اللي يجول تقامعها هذو الناس بش يبايعوه وعطيني اسماء الناس اللي كانوا حاضرين ونقبلها منك اخويا ونقول لك الان الصحرارة هي مغربية موجودين يا اخي سر المكسر الوطني للرباط انا ما تقول ليش سير اخويا شوف اخويا سير انا اخويا شوف انا واش عندك اقول لي ما عندي اخويا اعطيني اخويا شوف انا ثلاث مسائل اقراهم عليا الان يا كنت عندك اخويا اقراع عليا التاريخ شوف اقراع عليا التاريخ شوف اثلاث مسائل شوف اسمع التاريخ والسلطان من ينجا من يلتقى معاهم واسماء الناس اللي حاضرين ونقبلوا الناس اللي حاضرين انا ما تعطينيش المرسالات قلت لي واش قلت لي البيع ابقالي في البيع اخويا مرحبا بالله اعطيني التاريخ واعطيني السناء واعطيني المكان واعطيني الناس اللي كانوا حاضرين اسماءهم واللي بايعوا السلطان اللي جلس السحرة هذي والتقام مع الناس وتبايع معه ايوه ماش غيبان واضحين ولم يبانوش لحظة لحظة نكبروا لك الشاشة باش تقرع لنا مرحبا اعطينا اسماء الناس لا بالله انا ماش غير يعني البيع اعطيني حتى وثائق ذي الاتفاقية وانا شوف انا ما تعطيني الوثائق شوف هذو الوثائق شوف لا لا اخويا شوف انا راني واضح معك اعطيني التاريخ اه وعطيني السلطان شكون هو من ينجا اه وعطيني الاسماء الاشخاص اللي بايعوه يال يال اصبر يا اخي غني اش بذكر عندي بس اصبر معا شوف انا عاطينك الوقت الكاف مرحبا يال مرحبا طيب شوف هذي رسالة من السلطان مولي الحسن اخويا شوف اخويا اسمعها شوف اخويا واشعب شطلبت انا منك انا طلبت منك ثلاثة امور انا طلبت منك ثلث مسائل طلبت منك التاريخ وعطيني السلطان من ينجا شكون هو هذا السلطان اللي اجي عند المبايعا بس كل بايع اخويا رخص السلطان يجي ويلتقى مع الناس ويتكلم مع الناس ويتبايع معاهم رب حال كونترا المبايعا را ماشي بالصاتيليت اخويا طيب طيب مبايعا جاتب من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم والخلفاء الراشدين وبعدها ماتت كاينة η شي مبايعة ما يكاينة كاينة غال عندكم bırakوا فروزكم ما كانت عند العثمانيين ما كانت عند المعثمانيين ولا كانت عند المصريين ولا كانت عند السودانيين ولا كانت عند التونستوانسة ولا كانت عند الموريتانيين ولا كانت عند حد المبايعة واخوية المبايعة خاصة تتعرف شن هي المبايعة المبايعة أصلها راه جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرشدين بعدها ماتت كائنة شي مبايعة ما هي كائنة ما كائنة شي مبايعة ما كائنة حتى شي مبايعة سبحان الله أنا اللي نسولك عنه ما زيت نكرررك تعطيني ثلاث مسائل السلطة لا أحضا لا أحض المبايحة لا أنا ما تعطيني الرسائل آخويا شوف الرسائل ديرهم في واحد المظروف ورسلهم لمحبة السادس يقدمهم أمم المتحدة لا لا أحفين حمد لله غير سمعني أخويا وش المراسلات اللي قدمتهم لينا له نرسلهم أنا للأمم المتحدة أنا نتكلم لك على ذاك شي اللي قلت لي اعطيني التاريخ لا تقدموا لأمم المتحدة لا تقدموا لأمم المتحدة الله يجازيك وش قالت محكمة له هاي يا شنو قلت قولنا شقلت يعني ما اعطالفت بهذه الوثائق هذا أولا شقلنا شقلت أخوية محكمة له هاي يالله قولنا شقلت محكمة له هاي أخذ سوميا يعني بعي الاعتبار وما قدمت شكول لتقدم المحكمة له هاي شكول لتقدم المحكمة له هاي لا هاد الوثائق نعيني بينا وجهك بينا وجهك نشوفه لا والله ما نقدر أنا حالية ما نقدرش على ما تقدرش غير ما ما بغيش نبين وجهي صافي عندي متابعين والله لا مش يعدك متابعين انت بوليسي بوليسي جاي الدافع للخوة الخاوي هذك محكمة له هاي أسمع أخويا وانا ما شك بغير ما نعطل لوجهك شوف خلي لا وعنا عطل وجهك شفيها أنا ما بينا وجهي على التماتبين وجهك بينا وجهك شوف أنا ما عندي من عدل بوجهك الناس اللي بغين يشوفوا وجهك انت وإذا انت بوليسي جاي يدفع للباطل واسمع أصب واسمع أخويا محكمة له هاي محكمة له هاي شكول لي مشا لمحكمة له هاي لا معرس قولي انت شكولي معرس قولي انت معلومة أنا ما عرفش انت ما انك عارب شكل مشا لمحكمة له هاي شكول دولتان شكول دولتان اللي مشا لمحكمة له هاي واه نستافذ منك أنا ما عرفش صراحة ما عرفش انت لا جايبا لا هذه المراسلة لا متل مراسلة واشوف أخويا لا تتهمني بينا حكمة له هاي لا 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 انتهمك اخويا انت الذي تدعي الجهل تدعي العلم وانت منك عارف حتى حاجة في موضوع الصحر ايه مصير منك محكمة مطلحة مشات لها موريتانيا ومشات لها المغرب الحسن الثاني جمع هذه الوثائق التي تتكلمت عنهم جمعهم كاملين وموريتانيا جمعت الوثائق كاملة ومشات المحكمة مطلحة وكلها قبض محامي وكلها مشة شور لمحكمة المحكمة ماذا قالت قالت لا يتوجد روابط قانونية بين موريتانيا والصحراء الغربية وبين المغرب والصحراء الغربية لان البحث عنهش البحث عن الروابط القانونية عن السيادة حتى الآن لما بغي يكذبو عليكم على ما يقول لها السيادة لان خاصة تجيب السيادة أليست هذه هي روابط قانونية مثلا هذه رسالة من السلطان مولي الحسن واش تفهم ولا ما تفهم واش انت تفهم ولا ما تفهم وهذك الوثائق وامشى بهم الحسن الثاني ما مشي تنتبيههم شبههم الحسن الثاني وطرشهمهم قالت لا توجد ورابع طبيع قانونية بين الصحراء الغربية وموريتاني وبين المغرب والصحراء الغربية هذا هو رد يعني رد المحكمة الدولية نعم نعم انت في نظرك انت في نظرك لو كانت الصحراء مغربية كما تدعينت اش دخل موريتانيا فواد الثهف 75 يقبل بها الحسن الثاني يدخلها لهذه الارض نحن نتحدث عن الذلائل التي تثبيت مغربية الصحراء انا ما دخلني في موريتانيا اذا كانت الصحراء مغربية انت جاي تقول ان الصحراء مغربية يعني ما هي الموريتانيا الحسن الثاني واقع اتفاقية مدريد الثلاثية مع موريتانيا مع اسبانيا وقسموا بهم الصحراء الغربية على نصفين نعم هذا حدث يعني داز ومن بعد كيفش حدث داز يعني كانت ضغوطات اصلا يعني ضغوطات من اسبانيا وفرنسا لتقسيم المقسم اصلا واش هي مغربية اقتاسمها الحسن الثاني مع موريتانيا اقتاسمها مع موريتانيا انا استرجعنا من موريتانيا واخويا غير خليك اه شور عليك ما تزرب علينا ما عندك ما تزرب علي يا اخويا لا لا شوف اخويا شت هذه التطورة لكن انت انا راني حافظها انا اخويا يمكن قاعيك المدرسة انت اللي تتكلم معها انا اللي بنيتها واش هي مغربية وموريتانيا مغربية وما داخل موريتانيا تدخلها في 75 واعطيها الحسن الثاني الموافقة باش تدخل موريتانيا انا لا اعلم ما ضاري اخي اولا شوف الاعت لا تعلم شوف الاعت لا تعلم اعلم اعلم شوف لا ينزلك طبعا لا ينزلك اعلم اعلم شوف اعلم يا عبد اعلم على الصحراء الغربية ليست مغربية لا لا والله لا مغربية لاحظة لا هناك مجموع من الدلاء شوف اخويا غار خلي الحلوف خلي الله سبحانه وتعالى وخلي اخويا الحلوف واش فرض عليك حد تحلف لا ما فرض عليك حد ولكننا هو ما على تحلف هل ستصوت في الاستفتاء اي استفتاء هذا هل ستصوت في الاستفتاء الذي تسرف عليه الامم المتحدة منذ 1991 في الصحراء الغربية بموجب اتفاقية مخطط جيمس بيكر الذي وقع عليه الحسن الثاني فضل شهد شوحت شوحت البوليس 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 خاصهم يكذبوا على الناس انظر الى الوثائق انها الوثائق والبيعات والمراسلة وكذا مراسلة عندك الا انت وحدك المراسلة لها عند الحسن الثاني غير شو نفعته ما عنده ما تنفع لو خيكل عنده خزينة من طون من الوثائق طون ما ما عندهم ما عندهم جواب الصحراء والغربية لم تكن ابدا مغربية وهذا اللي نفهم للناس اذا شكرا جزيلا لكم كاملين تحيات لكم لا تنسوا ان شاء الله الليلة حلقة اخرى من تيك توكيات الصحراء الغربية ست نشوف الاخ شوف الاخ قسطنطين الاخير متدخل ونختم ان شاء الله الحلقة السلام عليكم وعيكم السلام قسطنطين ورحب وسهلا وشارك صغالة والله اللي بخير الحمد لله كيف عليك يا محمد يجب وزلك في واتيقة كاذبة تندي اختحها 1886 الصحراء الغربية دخلتها دخلتها اسبانيا في 1884 والله ما شلضت بتح انتو ما شلضت بتح انا شوف ما النقش شوف انا ما النقش قاع تاريخها انا ما النقش هذي التفاصيل بس كنا عارف عنه لا توجد شي باعة قاع في الصحراء الغربية كاناش وهذه الحاسن الحاسن الاول صارت هي انتم الصحراوين النورو المطالب وبي مناطق جنوب وادسوس وادسوس يعني تحت اقادر وروح هذك اقليم كامل للصحراء الغربية اخويا موحمد بالوتائق بالوتائق ما احنا شوف احنا قعملنا طامعين هنا في شي ما هن احنا اللي انتكلموا عنه هذه قضية تصفية الاستهمار اللي عند الممتحدة وفيها المينورسو الى كانت مغربية لاش تعد المينورسو في الصحراء الغربية الى كانت مغربية لاش يقسمها مع الحسن الثاني مع الموحمد قلت با لك اخويا موحمد وشفت التاريخ الواتي لا ما فهمتني شوف انت شفت لا غير انت شفت التاريخ بالنسبة لي ذيك الواثيقة قاع ما نشوفها قاع ما نشوفها ما ندقق قاع في تفاصيلها بيلي بالنسبة لي لا توجد شي نقالها البيعة بالنسبة للصحراوية لمعرفتي بأهلي ومعرفتي بأجداد ما كان حد بايع ولا ما ما كان البيعة الواتيقة هذي بات مضروبة اه وره مضروبة كيف رواية الاحتلال كامل مضروبة هو الاحتلال كامل مضروب دقافوا الوثائق نهار دخلوا الوثائق الى الصحراء الغربية داروا وثائق مع قبائل صحراوية اتفاقية تقافية واتفاقية تجارية واتفاقية كل شي وين هو المخزن طرحنا سؤال اين هو المخزن 1888 اين هو المخزن اين هو المخزن بكل سهولة جيب لي انتايا تدير لي هذاك الوثائق اكتاعك 1860 وقد عين السلطان الحسن الاول الحسن الاول او مات كنا نحكي لك الحكايات عن كيف همات السلطان بتاعكم هذا الحسن الاول جاء من تافييلات وصل له لك قصب التادلاء كان مريد حساك بلافيسي بلافيسي ومات لهم اللي تم وهم خمسي يام هم يكركروا فيه يكركروا فيه اسمعتوا قال لك اسمعتوا شو قال لك قال لك جاتوا مكالمة ما هو هرب اسمع جاتوا مكالمة قلت لك جاتك مكالمة اعطوا لكم الكوميساري يا الله فهمت خويا محمدا اه اعطوا لهم الكوميساري الحسن بالتاعو هذا كله كان من عبيد البخاري بحمد ايه خب الموت التاعو خوفا من قبائل قصب التادلة قصب التادلة ما كانوش يسودوا فيها كانوا القبائل ضدهم خمسيان ما وصلوه للرباط يروحوا قرأوا طاريخكم روحوا قرأوا طاريخكم تيجين تكذب علينا هل هي تكذب هيكذبوا على رسم والله شكرا أخويا قصنطين والله ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا والله تحياتي لك وشكرا لكم كاملين والله يوفقكم و لا تنسوا بعد حوالي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة عبر القناة في اليوتيوب باش تشوفوا الحلقة حلقة البارحة من تكتوكيات الصحراء الغربية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا